تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعا رسالة تهنئة من فخامة رئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ضمنها فخامة الرئيس الأمريكي خالي ساتهني وتبركاته إلى جلالة الملك المفدى وللمسلمين في جميع انحاء العالم وللحجاج الذين أدوا فريضة الحج والتي هي من ركاز الأساسية للإسلام وضف الرئيس الأمريكي في رسالته أن الحج هو تأكيد قوي على قدرة الملايين من الناس من مختلف الثقافات والبلدان على التواصل في الصلاة والتأمل والتعبد مؤكدا أن عيد الأضحى فرصة القيام بالعمل الخيرية وأجاد فخامته بل فخامة الرئيس الأمريكي بملايين المسلمين في أمريكا وحول العالم الذين يستغلون هذه المناسبة لتقديم المساعدة الإنسانية كما عرب فخامته بالأصالة عن الشعب الأمريكي عن خلص تهني بعيد مبارك للمسلمين في جميع أنحاء العالم